استطاعت جماعة الأخوان الإرهابية على مدى سنوات التسلل إلى مفصل عدد من الدول العربية وتكوين كيانات بدول غربية حتى جاءت كلمة النهاية في 3 يوليو استجابة لثورة الشعب المصري المجيدة في 30 يونيو عام 2013 الثورة المصرية ضد الجماعة الإرهابية لم تتسبب فقط في انهيارها بمصر بل كانت الضربة القاصمة لها في مختلف الدول العربية وامتدت أثارها كالنار في الهشيم بكل كياناتها بالخارج سقطت ورقة التوت فبدت انشقاقات الجماعة المنحلة وصرعاتها على المغانم واضحة إضافة إلى انكشاف تضليلها لجيل من الشباب تحت شعارات مزيفة جماعة الإخوان الإرهابية التي استطاعت على مدار سنوات التسلل إلى مفاصل عدد من الدول العربية وتكوين كيانات بدول غربية جاءتها الضربة القاضية بهبت الشعب المصري وضحره لها في ثورة الثلاثين من يونيو من عام 2013 الضربة المصرية ضد جماعة الخذاع الإرهابية لم تتسبب فقط في انهيار الجماعة بمصر بل كانت الضربة القاصمة للجماعة في مختلف الدول العربية وامتدت أثارها كالنار في الهشيم بكل كياناتها بالخارج خارف العاصف ضرب الجماعة في أعقاب ثورة يونيو بدأت بسقوط مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع سجيناً عقب قيادته لأحداث العنف التي تلت الثورة ليتم الإعلان عن محمود عزت قائماً بأعمال الجماعة وموجهاً لعملياتها الإرهابية في ربوع الوطن إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه في أغسطس 2020 ليتولى بعده إبراهيم مونير الهارب في بريطانيا التوجيه الإرهابي للجماعة حتى وفته المنية عام 2022 السقوط السريع للحرس القديم أشعل صراعاً في مغانم وإرث الجماعة الإرهابية والتمولات التي تأتيها من مزعز استقرار الأمم إضافة إلى اشتعال الصراع الأيدولوجية بين شباب الجماعة ومنتفعيها القدامى بعدما تأكد لشبابها أنهم كانوا مجرد حطب لنيران مطامع زعمائها الجماعة الإرهابية انقلبت على نفسها بالانقسام بين جبهتي إسطنبول ولندن ومحاولة إنصاف القيادات بإجزال العطاء لجذب الطامعين كداعمين لهم بعدما انفض من حولهم الآلاف من المغدوعين بشعاراتهم البراقة على مدار سنوات الأمين العام السابق للجماعة الإرهابية محمود حسين أعلن نفسه قائماً بأعمال المرشد خطوة استباقية للسيطرة على تمولات التنظيم فلم يكن أمام جبهة لندن إلا تنفيذ خطواتها المضادة وإعلان القيادي صلاح عبد الحق قائماً بالأعمال خلفاً لإبراهيم مونير ليشتعل الخلاف الإخواني الجبهتان المتناحرتان بالجماعة الإرهابية سرعان ما رمت كل منهم الأخرى بالأكاذيب ومحاولة استحداث تنظيمات متوازية بل جاز للبعض سحب الصفة التنظيمية عن الآخر حالة من الانقسام داخل التنظيم الإرهابية أعمق مما تخيله الوسطاء الذين سعوا للم شمل الجماعة بعد الفشل في الوصول إلى صيغة توفقية بين جبهات الإخوان المتصارعة فالتشرد والانقسام لم يقف عند تنحر الجبهتين الأبرز في تركيا وبريطانيا بل امتد إلى داخل الجبهة الواحدة نفسها حيث رفض أعضاء بجبهة لندن الاعتراف بزعامة صلاح عبد الحق للتنظيم لضعف كفاءته وقفزه حديثا على المشهد سعيا وراء مغانم التمويل غير المشروع مشككين في روايته بأن ولايته جاءت تنفيذا لوصية إبراهيم مونير بينما وصف البعض وصوله الغامض للمشهد بأنه جاء لتفويت الفرصة على التكتلات داخل جبهة لندن ذاتها والمتربصين للسيطرة على الجبهة أمر آخر زاد من ألام الجماعة الإرهابية وهو التوجه العالمي للتصدي للإرهاب البغيض الذي لم يسلم منه أحد والذي تؤكد كل الدراسات أن جميع تلك التنظيمات الإرهابية نهلت من نهر أفكار تنظيم الإخوان المسمم فباتوا مزمومين في شتى أرض ولعل آخرها ما استهدف منابع تمويل التنظيم في فرنسا حيث صادرت باريس 25 مليون يورو لصناديق مجبوهة للإخوان الجماعة الإرهابية التي توالت زائمها تعيش شيخوختها التنظيمية بعدما استشرب جسدها مرض الانقسام من القمة إلى القاع ليترقب إزدال السطار عن فصلها الأخير شكرا